موسيقى اعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثاني والتجاري اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية في الحلقة السابقة بدأنا في الباب التاني واتفقنا مع بعض ان الباب التاني بيجع عليه سؤالين في الامتحان سؤالين في منتهى الاهمية وفي الوقت نفسه في منتهى السهولة بدأنا في الباب التاني بدأنا في موضوع الدفعات وعرفنا ان الدفعات المتساوية هي مبالغ متساوية القيمة تدفع على فترات زمنية منتظمة وعرفنا ان عندي نوعين من الدفعات في دفعات فورية وفي دفعات عادية دفعات فورية تدفع اول او بداية الفترة دفعات عادية تدفع اخر او نهاية الفترة واتفقنا مع بعض ان قبل ما حل مسألة الدفعات بروح احسب ثلاث حاجات بحسب نون بحسب شين بحسب شين شرطة نون بما بتختلفش من نوع الدفعة سواء كانت دفعة فورية او عادية اللي بيختلف هي قيمة شين وشين شرطة فقط وتعلمنا ازاي نحسب جملة الدفعات وقلنا لو اطلب مني مجموع الفوائد باخد النصف الاخر من القانون او النصف التاني من القانون بتاع الجملة اللي هو بقول مجموع الفوائد بتساوي ده الفعين عالمية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر حلقة اليوم حلقة مميزة جدا حلقة سهلة جدا هناخد فيها حاجة اسمها عوامل الدفعات عوامل الدفعات يعني مبلغ الدفعة معدل الفايدة يبقى اذا المسائل اللي هناخدها في الحلقة مش هيكون مطلوب فيها جملة الدفعات ولا هيكون مطلوب فيها مجموع فوائد هيكون مطلوب فيها إيجاد أي عامل من عوامل الدفعات يعني هنلاقي مسائل مطلوب فيها قيمة الدفعة هيقولك إوجد قيمة الدفعة هنلاقي مسائل مطلوب فيها معدل الفائدة إن شاء الله هنتعلم إزاي نحسب قيمة الدفعة بمعلومية جملة الدفعات بمعلومية مجموع الفوائد بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية وكذلك هنتعلم ازاي نحسب معدل الفايدة بمعلومية جملة الدفعات بمعلومية مجموعة الفوايد بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة الايه العادية دلوقتي هنروح هنتعلم ازاي نحسب مبلغ الدفعة تعالوا نروح على السؤال الاول ونقرأه مع بعض وندرسه ونشوف ايه معطياته وايه مطلوبه يلا نروح على السؤال الاول السؤال الاول بيقول لي يودع شخص دفعة اول كل ربع سنة في بنك ولمدة 3 سنوات بمعدل فائدة بسيطة 10% سنويا فاذا علمت ان جملة الدفعات 13950 جنيه احسب قيمة الدفعة قرينا المسألة اراية عادية جدا هنرجع نقرأها تاني عشان نشوف ايه تفاصيلها وايه معطياتها وايه مطلوبها بيقول لي يودع شخص دفعة اول لو نلاحظ يا شباب مع بعض ان هنا الراجل مش مديني قيمة الدفعة كان قبل كده بيجي يقول لي يودع شخص دفعة 100 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه اي ان كان نوع الدفعة هنا ما جابش اي ان كان قيمة الدفعة هنا ما قالش قيمة الدفعة ليه لان قيمة الدفعة هي اللي مطلوبة تحت طب الدفعة المجهولة دي بيتم ادعها امتى بيتم ادعها اول كل ربع سنة يبقى الدفعة المطلوبة دي نوعها ايه شباب برافو عليك يا ابني الدفعة نوعها فورية كل ربع سنة ده بيعني ايه ده بيعني ان مدة الدفعة ربع سنة يعني ثلاث شهور بيقول للراجل بيودع في بنك ولمدة ثلاث سنوات اتفقنا مع بعض على اتفاق ان اي سنوات بتقابني بحولها للشهور التلاث سنوات فيهم كم شهر فيهم ستة وتلاتين شهر بمعدل فائدة بسيطة يبقى المعدل بتاعي عشرة في المية سنويا فاذا علمت ان جملة الدفعات يبقى الرقم اللي جاي ده اسمه ايه يا شباب الرقم اللي جاي ده هو جملة الدفعات جملة الدفعات عندي بكام تلاتاشر الف تسعمية وخمسين جنيه احسب خيمة الايه الدفعة يبقى منبص يا شباب عن المسألة اللي قدامي هلاقي مفيش مبلغ دفعة هلاقي ان الدفع دي نوعها فورية هلاقي ان الدفع دي مدتها تلات شهور هلاقي ان المدة كلها او مدة الدفعات ستة وتلاتين شهر هلاقي ان المعدل عندي عشرة في المية سنويا هلاقي ان جملة الدفعات عندي تلاتاشر الف تسعمية وخمسين جنيه مطلوب مني ايه في السؤال مطلوب مني احسب قيمة الدفعة تعالوا نلخص المسألة في الورقة يا شباب نشوفها نلخصها ازاي بيقول لي يودع شخص دفعة الدفعة طبعا قيمتها مطلوبة يبقى انا هكتب هنا دال وحط تحتيها شرطة الاذاعة امتى يا شباب قال لي اول هاجي جنب دال هنا وهكتب كلمة فورية الدفعة نوعها ايه فورية كل ربع سنة يعني هكتب هنا ايه هكتب ان مدة الدفعة ربع مش هكتب ربع سنة لا الربع السنة تلات شهور ولمدة تلات سنوات هكتب نهو المدة كلها ستة وتلاتين شهر بمعدل فائدة بسيطة عشرة في المية المعدل رمزه يا جماعة عين هكتب عشرة في المية سنويا فاذا علمت ان جملة الدفعات هكتب هنا جيم تلاتاشر الف تسعمية وخمسين جنيه احسب قيمة الدفعة تعالوا نبص على التلخيص اللي قدامنا ده يا شباب كده ما انا بلخص عشان مش كل شوية اقعد اقرى المسألة لاني ممكن قريتها كذا مرة عيني تروح على حاجة ايه حاجة مش مصبوطة اما اجا بص على التلخيص اللي قدامي هلاقي ان الدفعة نوعها فورية والدفعة قيمتها مش موجودة عندي مدة دفعة 3 شهور مدة مدة دفعات 36 شهر معدل عشرة في المية مديني جملة دفعات افهم ايه من الكلام يا شباب افهم ان الراجل عايزني احسب قيمة الدفعة بمعلومية ايه يا شباب برافو عليك يا بنتي ها بمعلومية جملة الدفعات يبقى انا اول حاجة هتعلمها دلوقتي ان انا هحسب قيمة الدفعة بمعلومية جملة الايه الدفعات ازاي هحسب قيمة الدفعة بمعلومية جملة الدفعات واحد يقول لي استنى يا مستر احنا قبل ما نعمل الكلام ده هنعمل الحاجات اللي قلتنا عليها نحسبها قبل كده الحاجات دي اللي هي ايه يا شباب الحاجات دي اللي هي نون اللي هي شين اللي هي شين شرطة يبقى انا دلوقتي هروح هحسب الثلاث حاجات هحسب ازاي هحسب نون يا شباب حد يقوله ازاي بحسب نون احنا اتفقنا قبل كده نون بتساوي المدة كلها على مدة الدفعة المدة كلها عندي كام 36 على مدة الدفعة كام 3 هتطلع معايا كام هتطلع معايا 12 دفعة يبقى عدد الدفعات عندي كام يا شباب 12 دفعة طب الدفعة اللي معايا نوعها ايه فورية ازاي بحسب شين في حالة الدفعة الفورية سهلة جدا يا شباب هطلع الرقم اللي فوق هو شين والرقم اللي تحت شين شرط يبقى في حالة الدفعة الفورية نون بتساوي المدة كلها على مدة الدفعة والمدة كلها هي شين ومدة الدفعة هي شين ايه هي التلاتة او الرقم اللي تحت يبقى شين عندي كام 36 شهر شين شرطة هو الرقم اللي تحت اللي هو تلاتة اللي هو ايه جماعة ثلاث شهور اللي هي مدة مدة الدفعة حسبنا الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده هنعمل ايه هروح اشوف بقى الراجل عايز من ايه عايز قيمة الدفعة بمعلومية جملة الدفعات معنى ان مديني جملة الدفعات يعني بيقول لي من فضلك استخدم قانون جملة الدفعات اللي انت خدته قبل كده في ايجاد قيمة الدفعة يعني ايه هنروح نكتب قانون جملة الدفعات مع بعض جين بتساوي ايه شباب قولوا معايا كده بربو عليك يا ابني دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين هنفتح قوس هنكتب جوه القوس شين زائد شين شرطة على اتناشر وليه على اتناشر لان دي مدة بالايه بالشهور هو القانون اللي انا كتبته ده يا شباب براو عليك يا ابني بيقولي ده اسمه قانون جملة الدفعات هو انا بكتب القانون ده عشان احسب منه الجملة لا طب ما الجملة من ده لي فوق هو انا ليه بكتب القانون ده يا شباب انا بكتب القانون ده عشان هحسب منه قيمة دال دال اللي هي الدفعة مش هي دال اللي هي اللي مطلوبة فوق تمام يبقى انا هعوض في كل الرموز اللي قدامي بس نوصل لحد دال هنزل بدال زي ما هي في نفس المكان يلا كده نعوض مع بعض جيم عندي مش ليها رقم فوق ليها رقم فوق كام 13950 دال عندي ليها رقم فوق ملهاش رقم يبقى نكتب دال في نفس المكان نون عندي بكام يا شباب نون عندي باثناشر ادي اللي اتناشر اهي زاء دال عندي هنزل بيها زي ما هي المعدل عندي كام المعدل عندي فوق عشرة يبقى هكتب عشرة على مية مش انا بقول دال في عين على مية في نون على اتنين نون عندي بكام نون عندي باثناشر يبقى في اتناشر على كام على اتنين في شين عندي بكام فوق شين عندي بستة وتلاتين وشين شرطة بتلاتة ما هل اتنين مجموعين على بعض يعني هكتب هنا كام هكتب تسعة وتلاتين الكلام ده مقسوم على كام الكلام ده مقسوم عندي على 12 يبا انا عملت ايه يا شباب عوضت في القانون بس نزلت بدال زي ما هي الخطوة اللي جاية هعمل ايه هنزل بالجملة زي ما هي 13950 دال في 12 بكام 12 دال زائد هروح بالقالة الحسبة الجميلة هضرب 10 في 12 في 39 على 2400 هتطلع كم بالقالة هتطلع معاك واحد علامة 95 الكلام ده مضروب في ايه يا جماعة مش الكلام ده مضروب في دال مضروب في دال يبا اقول دال تمام ها هنعمل ايه تانية مصر الخطوة اللي جاية اسهل هننزل بال13950 بتساوي مش الالتنشر دي مكتوب جنبيها دال والواحد علامة 95 دي مكتوب جنبيها دال يبقى ينفع اجمعهم مع بعض لما اجمع الكلام ده مع بعض هيطلع معايا 13 علامة 95 الكلام ده دال انت سهقتيني بقى يا مصدر الخطوة اللي جاية ايه اقولك الخطوة اللي جاية هي الخطوة الاخيرة ما تستعجلش هنروح دلوقتي هنطلع دال برة وهقسم اللي قبل علامة السؤال اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي يعني هقسم 13950 هو ايه اللي بعد علامة التساوي يا شباب اللي هي 13 علامة 95 حضرتك هتروح بالقالة الحسبة الجميلة اللي معاك هتقسم 13950 على 13 علامة 95 هتلاقي قيمة الدفعة تلعت معاك 1000 جنيه يبقى قيمة الدفعة تلعت كام 1000 جنيه ابنائي وبنات الطلبة فكرة السؤال اللي معانا ايه مش مديني قيمة الدفعة يعني قيمة الدفعة مطلوبة او مجهولة والدفعة المجهولة دي دفعة ايه يا جماعة دفعة فورية الدفعة دي تم اداعها امتى اول كل ثلاث شهور يعني اول كل ربع سنة استمر الوضع لمدة ثلاث سنوات يعني 36 شهر بمعدل 10% مديني جملة الدفعات كان مديني جملة الدفعات بيقولي من فضلك احسب قيمة الدفعة رحت حسبت نون حسبت شين حسبت شين شرطة ولان هو مديني جملة قيمة جملة الدفعات عشان كده لازم احسب المطلوب باستخدام قانون جملة الدفعات اللي احنا حافظينه طبعا انا لما كتبت الخانون بتاع جملة الدفعات ما كنتش بكتبه عشان هحسب منه الجملة كنت بكتبه عشان هحسب منه الدفعة اللي هي رمزها دال عشان كده عوضت في كل الرموز اللي موجودة في القانون ولما كنت بوصل لدال كنت بنزل بدال زي ما هي مشيت خطواتي طلعت دال برا اسمت اللي قبل علامة التساوي علي بعد علامة التساوي طلعت معايا قيمة الدفعة كم؟ طلعت معايا قيمة الدفعة الف جنيه تعالوا نروح نشوف السؤال اللي بعديه ايه اللي فيه؟ ايه معطياته ايه مطلوبه؟ تعالوا كده الروح على السؤال اللي بعديه هنروح على السؤال التاني تعالوا نقرأ السؤال التاني بيقول ليودع شخص دفعة متساوية في بنك اخر كل شهرين ولمدة سنة بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا وفي نهاية المدة بلغت الفوائد البسيطة 600 جنيه احسب قيمة الدفعة هرنا المسألة هنقرأها كمان مرة عشان ندرسها يودع شخص دفعة هل يا شباب قال لي على قيمة الدفعة برافو عليك يا بنتي ما قال ليش على قيمة الدفعة لان هي اللي مطلوبة تحت طب الدفعة المطلوبة دي تم اداعها امتى قال لك تم اداعها في بنك اخر اخر يعني ده هيفيدني في ايه يا شباب برافو عليك يا ابني ان الدفعة نوعها دفعة ايه ثورية طيب الادع امتى قال لي اخر كل شهرين يبقى اذا مدة الدفعة شهرين ولمدة سنة يبقى السنة دي لابد حولها لايه يا شباب تمام هحولها للشهور يبقى اذا السنة فيها كم شهر فيها 12 شهر بمعدل فائدة بسيطة المعدل اللي معايا 12% سنويا وفي نهاية المدة بلغت نصيحة مني يا شباب لما نلاقيه في اي سؤال بيقول لي بلغت او اذا علمت لازم اركز اوي في الكلام اللي جاي عشان اعرف الرقم اللي جاي ده اسمه ايه بالزبط لان الرقم اللي جاي ده هيكون مفتاح حل المسألة اللي معايا هنا بيقول لي بلغت الفوائد البسيطة هناك كان بيقول لي بلغت الجملة عشان كده كان مديني رقم الجملة هنا بيقول لي بلغت الفوائد البسيطة الفوائد البسيطة اللي عندي كام 600 جنيه ايه المطلوب مني بيقول لك من فضلك احسب قيمة الدفعة يبقى اذا الدفعة مطلوبة الدفعة نوعها عادية الدفعة مدتها شهرين المدة كلها اللي هي مدة الدفعات 12 شهر معدل الفايدة 12% مجموع الفوائد 600 جنيه مطلوب احسب قيمة الايه الدفعة يلا مع بعض نلخص مسألتنا هنقول هنا عشان طبعا الدفعة مطلوبة هقول دال والدفعة هنا نوعها عادية هقول دال عادية هحط تحتها شرطة لان هي اللي مطلوبة بيقولي الاداع اخر كل شهرين يبقى هنا هقول مدة الدفعة مش هكتب شهرين هقولي 2 شهر عشان انا بتعامل مع ارقام ولمدة سنة يبقى المدة كلها 12 شهر بمعدل فايدة بسيطة 12% عين 12% بيقولي بلغة الفوايد البسيطة بيقولي بلغة الفوايد البسيطة لما نبص يا شباب مع بعض على التلخيص اللي قدامنا هنلاقي ان الدفعة مطلوبة والدفعة دي نوعها عادية مدة الدفعة شهرين المدة كلها 12 شهر المعدل 12% سنويا مديني مجموع الفوايد يبقى مديني مجموع فوايد بيقولي من فضلك روح احسب قيمة الدفعة يبقى انا هحسب او هوجد قيمة الدفعة بمعلومية مجموع الفوايد يعني باستخدام قانون ايه مجموع الفوايد يا ترى هنروح نكتب قانون مجموع الفوايد ونوجد المطلوب اه ابني من ابنائنا بيقولي لا استنى يا مستر انت نسيت حاجة مهمة ايه هي الحاجة يا ابني قال لي احنا هنروح نحسب نون وشين وشين شرطة على حسب الاتفاق اللي احنا اتفقنا مع بعض عليه يبقى انا دلوقتي هروح احسب نون هحسب شين هحسب شين شرطة نون هحسبها ازاي يا شباب هقول نون بتساوي اتفقنا مع بعض اين كان نوع الدفعة بقسم المدة كلها على مدة الدفعة يعني 12 على 2 بتساوي 6 دفعات لاني نون دي عندي عدد دفعات هروح احسب شين ولما اجي احسب شين وشين شرطة يا شباب لازم اركز قوي قوي شين بحسبها ازاي في حالة الدفعة العادية الكلام اللي انا اسمه على بعض بترحه من بعض يعني اقول عندي هنا 12 ها ناقص اتنين هتساوي كام هتساوي عشرة عشر شهور شين شرطة في حالة الدفعات العادية بتساوي ايه زي ما اتفقنا دائما وابدا بتساوي صفر لاني بحط الفلوس في البنك وتاني يوم بروح اسحب بحط اخر دفعة في البنك في اخر الفترة وتاني يوم بروح اسحب كل اللي لقى في البنك عشان كده اخر دفعة دايما بتبقى مدتها صفر في الدفعات العادية طيب يا ترى يا شباب هروح اكتب هنا قانون جملة الدفعات ولا هكتب قانون مجموع الفوائد بروو عليك يا بنتي بتقول لي يا مستر هو هنا مش مدينا جملة دفعات ده مديني مجموع فوائد عشان كده هروح اكتب قانون مجموع الفوائد هقول مج فيه بتساوي هو ايه قانون مجموع الفوائد اتفقنا مع بعض هو الجزء في قانون جملة الدفعات اللي بعد علامة التساوي اللي هو دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر شين زائد شين شرطة على اتناشر هروح نعوض في القانون ده يا ترى يا شباب انا كتب القانون ده عشان احسب منه مجموع الفوائد ولا عشان احسب منه ايه برافو عليك يا ابني بيقولي انا احسب منه قيمة دال يبقى اذا دال بتاعتي هحط عليها دايرة يبقى هي دي اللي هنزل بيها لحد ما احسب قيمتها يبقى فيما عدا ذلك كل الرموز الباقية هعوض فيها يعني هشيل الرمز وهحط القيمة في نفس المكان اول حاجة قابلتني مجي فيه مجي فيه فوق بكام بستمائة جنيه يبقى هشيل مجي فيه وهكتب عندي ستمائة دال عندي لها رقم فوق ملهاش رقم هكتب دال المعدل عندي كام اتناشر يبقى في اتناشر على مي نون عندي فوق بكام نون عندي بستة ستة على كام على اتنين في شين زائد شين شرطة شين عندي بعشرة شين شرطة بصفر يبقى مجمع عشرة زائد صفرة هيديني عشرة على كام على اتناشر هنعمل ايه يا مستر الخطوة اللي جاية الخطوة اللي جاية سهلة جدا هنزل بالستمية هضرب اتناشر بالقالة الحسبة اتناشر في ستة في عشرة على المقام اللي هو ناتج دربه الفين وربعمية يبقى في اتناشر في ستة في عشرة على الفين وربعمية هيطلع معايا الناتج تلاتين من مية ما هو الكلام ده مضروب في ايه يا شباب مضروب في دال يبقى انا هكتب دالهم طب ايه الخطوة اللي جاية هطلع دال برة وهقسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي يعني هقسم ستة مية على تلاتين من مية يلا بالقالة الحسبة يا شباب هنقسم ستة مية على تلاتين من مية هلاقي الناتج الجميل بتاعي اللي هو قيمة الدفعة هتطلع معايا الفين جنيه يبقى قيمة الدفعة كام يا شباب الفين جنيه ابنائي وبناتي السؤال اللي معنا ايه الاختلاف بين وبين السؤال اللي قبل كده في السؤال السؤال اللي قبل كده كان مطلوب قيمة الدفعة هنا برضو مطلوب قيمة دفعة لكن هناك ادنى جملة الدفعات عشان كده رحت كتبت جملة التفعات وعوضت وحسبت قيمة الدفعة بتاعتي هنا مش مديني جملة دفعات رغم ان هو برضو طالب قيمة الدفعة هنا مديني قيمة مجموع الفوائد عشان كده انا حسبت قيمة الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد يعني استخدمت قانون مجموع الفوائد بس قبل ما عملت كده رحت حسبت نون وحسبت شين وشين شرطة حيث الدفعة اللي معايا في السؤال دفعة عادية كتبت قانون مجموع الفوائد بعد كده رحت عوضت في القانون بتاعي عوضت في كل الرموز في معادة دال لان دال هي اللي قيمتها مطلوبة وصلت للخطوة الاخيرة طلعت قيمة دال برة اسمت اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي طلعت معايا قيمة الدفعة كام الفين جنيه برافو عليكو يا شباب خلينا نروح على السؤال اللي بعد كده نشوف ايه اللي مطلوب فيه ونشوف ازاي هنوجد المطلوب هنروح على السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي يودع شخص مية جنيه اول كل شهر ولمدة سنة في بن بمعدل فائدة بسيطة ما ما قاليش على رقم المعدل تشكر على كده وفي نهاية المدة بلغت جملة الدفعات 1265 جنيه احسب معدل الفائدة البسيط هنرى تاني يودع شخص مية جنيه يباديه قيمة الدفعة اول يباديه دفعة نوعها فورية كل شهر يباديه مدة الدفعة واحد شهر ولمدة سنة يعني المدة كلها 12 شهر في بنك بمعدل فائدة بسيطة ما يعني هنا مش مدين المعدل يعني المعدل هو اللي مطلوب وفي نهاية المدة بلغت قلنا لما نوصل لكلمة بلغت او كلمة اذا علمت يبقى ركز اوي في الكلام هنا بيقول لي بلغت بلغت ايه بقى اللي بلغت جملة الدفعات 1265 جنيه يعني افهم من كده ان الرقم اللي قدامي ده هو جملة ايه الدفعات ايه المطلوب مني بيقول لي من فضلك روح احسب معدل الفائدة اللي ايه البسيطة اقول له ده كلام سهل جدا مفيش فيه اي حاجة هو الموضوع محتاج بسي شوية تركيز وتسطيب للمسألة هنلاقي انها تكتلع بكل سهولة يلا نروح نيه يلا نروح نلخص مسألتنا بيقول لي يودع شخص 100 جنيه هلخصها ازاي هقول له ان قيمة الدفعة اللي معايا 100 جنيه الدفعة اللي معايا دي نوعها ايه هو بيقول لي اول يبقى الدفعة اللي معايا نوعها فورية اول كل شهر يبقى ازا مدة الدفعة مش هكتب شهر هكتب واحد شهر عشان اكتب رقم ولمدة سنة يبقى مدة الدفعات 12 شهر بلغت جملة الدفعات طبعا الراجل بيقول لي جملة الدفعات 1265 جنيه احسب معدل الفائدة المعدل رمز وعين حطيت شرطة او علامات استفهام يبقى المعدل هو اللي مطلوب من هنروح نحسب المعدل يا شباب هحسب المعدل هو مديني جملة ولا مجموع فوائد مديني جملة يعني انا هستخدم قانون الجملة في ايجاد المعدل بس قبل ما اعمل الكلام ده هروح احسب ايه يا شباب انا مش هتكلم خلاص انتو عرفته هروح احسب نون هروح احسب شين هروح احسب شين شرطة ازاي هحسب نون يا شباب نون بنقول اتفقنا مع بعض اين كان نوع الدفعة هقسم المدة كلها على مدة ايه الدفعة يعني هقسم 12 على كام على واحد هتساوي معايا 12 وعشان دي عدد دفعات هتساوي معايا 12 دفعة هروح احسب شين اتفقنا الموضوع في منتهى البساطة في حالة الدفعة الفورية الرقم اللي فوق شين والرقم اللي تحت شين شرطة يعني شين عندي بكام ب12 شهر وشين شرطة بكام بواحد شهر انا ممكن اكتب شهر ما اكتبش كلمة واحد بس يعني ايه عشان تبسيط الامور حسبت الاساسيات بتاعت اللي اتفقنا مع بعض عليها هروح اطلع اسأل نفسي سؤال هنا هو ايه المطلوب مني مطلوب مني المعدل بمعلومية جملة الدفعات هروح اكتب قانون جملة الدفعات الجميل بتاعي جملة الدفعات جيم بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر هو لاني مديني الجملة روح تكتبت قانون الجملة اسأل نفسي سؤال سؤال بسيط اوي اقول هو انا ليه كاتب قانون الجملة هو انا كاتب القانون ده عشان اطلع منه ايه بالزبط قبل كده كنا بنطلع منه الجيم قيمة الجيم وقبل كده كنا بنطلع منه الدال طب انا دلوقتي كاتبه ليه هطلع منه العين هاجي على حرف العين وهروح عامل دايرة يبقى انا هنزل اما عود بقى في القانون بتاعي هعود بكل الرموز في كل الرموز لما اوصل لحرف العين هنزل بالعين زي ما هي لحد ما طلع قيمتها يلا انا عود مع بعض كده جيم عندي جيم عندي بكم فوق 1265 هشيل الجيم وحط 1265 دا لعندي بكم دا لعندي لها قيمة فوق يبقى 100 نون عندي بكم ب12 زائد دا لعندي فوق بكم ب100 براظو عليكو يا شباب عين عين قيمتها فوق بكم ما هي دي اللي مطلوبة يا مستر من تعامل عليها دايرة هي حاضر يا شباب يبقى هكتب عين على 100 في نون نون عندي فوق بكم ب12 على كام على 2 في شين زائد شين شرطة شين عندي ب12 شين شرطة بواحد يبقى هكتب هنا 13 على 12 الخطوة اللي جاية هنعمل ايه يا شباب هنزل بال1265 100 في 12 ب12 ب12 زائد هروح بالقالة الحسبة المية دي طبع البسط يبقى هدرب المية في 12 في 13 على 2400 هتطلع معايا 6 ستة ونص ونص عين لان الكلام دا مضروف في عين الخطوة اللي جاية هنعمل ايه يا شباب الخطوة اللي جاية سهلة جدا انا طبعا عندي الـ 1200 مش مكتوب جنبيها عين لو مكتوب جنبيها عين هاجمعها على 6 ونص عين لكن مش مكتوب جنبيها مش مكتوب جنبيها عين هنقلها الطرف التاني بعكس الاشارة يعني هقول 1265 ناقص 1200 هتساوي 6 ونص عين الخطوة اللي جاية هعمل ايه يا شباب هطرح الرقمين من بعض هيديني 65 بتساوي 6 ونص عين هعمل ايه يا شباب بعد كده هطلع العين برا هاسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي ها هعمل الايه بقى هاسم 65 على 6 ونص هروح هلاقيها بالقالة الحاسبة طلعت معايا عشرة وعشان ده معدل ما ينفعش اكتب جنبيه جنيه هكتب جنبيه في المية سنويا ابنائي وبناتي الطلبة السؤال اللي معانا كان فيه ايه كان مديني قيم الدفعة كان مديني مد الدفعة كان مديني المدة كلها كان مديني جملة الدفعات وأنا بعوض في القانون لحد الآخر وباقي الرموز شلت الرمز وحطت القيمة في نفس المكان وبعد كده طلعت العين برة وأسمت اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي طلع معايا قيمة المعدل كام 10% سنويا يبقى هنا كان مديني جملة الدفعات وطالب مني المعدل طب يا شباب لو بدل ما يديني جملة الدفعات اداني مجموع الفوائد وطلب مني المعدل وهو ده اللي هنشوفه في الايه في الايه السؤال اللي جاي تعالوا نروح على السؤال اللي جاي كده نشوف ايه اللي موجود فيه هنروح على السؤال اللي جاي نقرأ السؤال بتاعنا بيقول لي يودع شخص 100 جنيه أول كل شهر في بنك ولمدة سنة بمعدل فايدة بسيطة ما فاذا علمت ان مجموع فوائد الدفعات 65 جنيه احسب معدل الفايدة هنروح نرى السؤال تاني يودع شخص 100 جنيه يبقى الدفعة قيمتها 100 جنيه أول بتقول لي ان نوع الدفعة فورية كل شهر يبقى مدة الدفعة واحد شهر في بنك المدة سنة يبقى المدة كلها 12 شهر بمعدل فايدة بسيطة ما طالما قال لي بمعدل ما يبقى المعدل هو المطلوب فاذا علمت ان مجموع فوائد الدفعات يبقى الرقم بيقص بقى بيقول لي هنا فاذا علمت ان يبقى انا ده لازم اركز قوي فاذا علمت ان مجموع فوائد الدفعات 65 جنيه يبقى اذا الرقم ده اسمه مجموع فوائد الايه الدفعات ايه اللي مطلوب مني بيقول لك من فضلك احسب معدل الايه الفايدة يلا نلخص المسألة بتاعتنا هنروح على الورقة هنلخص المسألة بتاعتنا بيقول لي يودع شخصي 100 جنيه يبقى أنا هنا هقول دال 100 جنيه أول يبقى دال ده هي هروح كاتب جنبيها كلمة فورية كل شهر يبقى مدة مدة الدفعة شهر يعني واحد شهر في بنك ولمدة سنة يبقى مدة الدفعات أو المدة كلها 12 شهر بمعدل فائدة بسيطة ما يبقى المعدل أحط تحته شرطة فإذا علمت أن مجموعة الفوائد اللي هي رمزها مج فيه مج فيه عندي كام 65 جنيه أوسع التلخيص الجميل بتاعي مديني دفعة مديني مدة دفعة مديني المدة كلها بيقول لي احسب المعدل ومديني مجموع فوائد يبقى أنا هحسب المعدل بمعلومية مجموع الإيه الفوائد هناك كان بيقول لي احسب المعدل وكان مديني جملة دفعات الجديد عند ان هنا مديني مجموعة الفوائد هنروح نحسب الثلاث حاجات اللي اتفقنا مع بعض عليهم هنروح نحسب نون هنروح نحسب شين هنروح نحسب شين شرطة هحسب نون ازاي قلنا بنقسم المدة كلها على مدة الدفعة المدة كلها 12 على 1 يبقى 12 على 1 بتساوي 12 دفعة شين بتساوي الدفعة اللي معايا نوعها يا شباب نوعها فورية يبقى هاخد الرقم اللي فوق 12 شهر الدفعة نوعها فورية هاخد الرقم اللي تحت يديني شين شرطة يبقى 1 شهر هكتب هنا يا شباب قانون جملة الدفعات ولا مجموعة الفوائد اطلع بص بصة سريعة مديني مجموعة الفوائد يبقى هنروح هكتب قانون مجموعة الفوائد مج فيه بتساوي دال في عين على مية في نون على اتنين في او هنكتبها قوس شين زائد شين شرطة على اتناشة كتبت القانون ده يا شباب هو انا عايز احسب ايه من القانون ده انا عايز احسب عين يبقى افهم من كده ايه بقى افهم ان انا هعوض في كل الرموز دي كلها واول ما اوصل لحرف العين هكتب حرف العين زي ما هو لحد ما طلع ايه قيمته يبقى انا هشيل بقى الرموز واحط قيمتها في نفس الايه المكان ما اجي فيه ما اجي فيه عندي بكام بخامسة وستين دال دال عندي فوق بكام بمية قدي المية عين ليها قيمة فوق لا يبقى انا هكتب العين زي ما هي هه عين على كام على مية نون عندي فوق بكام ب12 على 2 في شين زائد شين شرطة 12 زائد 1 13 على 12 هعمل ايه يا ميستر هنزل بال65 هروح بالقالة الحسبة المية دي تبع البسط هضرب 100 في 12 في 13 على 2400 النتج هيطلع معايا 6.5 عين هعمل ايه بعد كده هطلع العين برا هقسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي يعني هقسم 65 على 6.5 الناتج بتاعي السهل البسيط هيطلع معايا المعدل كام يا شباب هيطلع معايا المعدل 10 في المية سنويا ابنائي وبناتي الطلبة المسألة اللي معانا كان مديني مجموع فوائد وكان مديني دفعة وكان مديني مد الدفعة وكان مديني مد الدفعات وبيقولي من فضلك احسب المعدل رحت حسبة المعدل بتاعي طلع معايا 10 في المية وقبل ما عود في قانون مجموع الفوائد حسبة نون وشين وشين شرطة تعالوا نروح نشوف السؤال اللي جاي فيه ايه السؤال اللي جاي بيقولي اذا علمت ان الفرق بين جملة دفعات الاستثمار وجملة دفعات السداد لدفعة تودع شهريا في بنك هو 200 جنيه وذلك في نهاية سنة وتمن شهور بمعدل فائدة بسيطة 12 في المية سنويا احسب مبلغ الايد دفعة يلا نقرأ تاني اذا علمت اذا علمت يبقى لازم ركز قوي اذا علمت ايه بقى ان الفرق بين جملة دفعات الاستثمار وجملة دفعات السداد يبقى اذا في رقم عندي هنا اسم الفرق بين جملة دفعات الاستثمار وجملة دفعات السداد او جملة الدفعات الفورية وجملة الدفعات العادية لدفعة تودع شهريا يبقى مدة الدفعة شهر في بنك الدفعة دي خام يا جماعة لا دي مش الدفعة يا شباب الرقم ده هو هو الخاص بالفرق بين جملة دفعات الاستثمار وجملة دفعات الايه السادات يبقى المدة عندي كلها سنة وثمان شهور لما حولها لشهور سنة باثناشر شهر زائد تمانية هيديني عشرين شهر والمعدل بتاعي بتاع المسألة اتناشر في المية سنويا طب ايه المطلوب مني بيقولك من فضلك احسب مبلغ الايه الدفعة تعالوا نلخص المسألة بتاعتنا اما اجا لخص المسألة اما جيت اقرأ المسألة لقيته بيقولي ان في عندك حاجة اسمها الفرق بين جملة دفعات الاستثمار وجملة دفعات السادات يبقى هكتب كده هو الفرق هكتب تحتها متين جنيه هو مديني الفرق متين جنيه لدفعة ودع شهريا في بنك اه هو متين جنيه في نهاية سنة وتمن شهور يبقى اقول هنا المدة كلها سنة وتمن شهور يعني عشرين شهر بمعدل فائدة بسيطة المعدل عندي اتناشر في المية سنويا ايه المطلوب مني بيقولي احسب قيمة الدفعة اللي هي دال طبعا يا شباب لما يديني الفرق ويقولي احسب المعدل او احسب مبلغ الدفعة انا لا بحسب نون ولا بحسب شين ولا بحسب شين شرطة يبقى في حالة وجود الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية ما بحسبش نون ولا شين ولا شين شرطة الفرق ده هو يا جماعة اللي هو الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية الفرق ده هو فائدة للدفعة للمدة كلها بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفرق ده هو اما اقول فائدة دفعة اما اقول فائدة دفعة يبقى لازم هنا اقول دال في هي الفائدة بتسوي ايه يا شباب؟ بتسوي دال في عين عالمية اما اقول للمدة كلها يبقى هزا هكتب هنا المدة كلها والمدة كلها دي طالما احنا بنحولها لشهور هنقسم على 12 يبقى ده قانون الفرق يبقى الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية او الفرق بين جملة استثمار وجملة السادات هو فائدة للدفعة للمدة كلها يعني ايه فائدة للدفعة؟ يعني اقول دال في عين عالمية وطالما للمدة كلها يبقى في المدة كلها على كام؟ على 12 طب هل القانون ده يا شباب انا بكتبه عشان احسب منه الفرق؟ لا من عندي الفرق 200 جنيه هو انا ليه بكتب القانون ده؟ بكتب القانون ده عشان هحسب قيمة ايه دال؟ تعالوا نعود كده في القانون بتاعنا انا عايز احسب قيمة دال يبقى دال دي اللي هحط عليها دايرة هي دي اللي هنزل بيها لحد ما طلع قيمتها في الخطوة الاخيرة تعالوا نعود بقى الفرق عندي كام؟ الفرق عندي 200 يبقى نحشيل الفرق وهكتب 200 دال عندي هي اللي مطلوبة هكتبها زي ما هي المعدل عندي كام؟ المعدل عندي 12 عالمية في المدة كلها عندي كام؟ 20 على 12 ليه على 12؟ لان العشرين دي عشرين شهر وفي حالة المدة بالشهور بقسم على كام؟ على 12 هعمل ايه يا شباب؟ عشان اطلع قيمة دال ياريت نركز مع بعض شوية دال هطلعها برة هعمل علامة تساوي هاخد شرط تكسر بعمل ايه يا شباب؟ باجي من الرقم اللي قبل علامة التساوي واجيب سهم كده ينزل يضرب في الارقام اللي تحت والكلام ده بحطه في البسط يعني هحطه في البسط هنا ايه؟ 200 في 100 في 12 هدي 200 في 100 في 12 بقي عندي ايه في البسط هنا؟ بقي عندي هنا ايه؟ بقي عندي دال و12 و20 طب الدال دي طلعتها برة يبقي عندي 12 و20 مضربين في بعض يبقي هنزل تحت اقول 12 في 20 تساوي يبقي عملت ايه يا شباب؟ طلعت دال برة والرقم اللي قبل علامته التساوي نزل ضرب في الارقام اللي تحت الكلام ده حطيته فوق وبعدين اسمت على ال 12 في 20 اللي هو الكلام اللي تحت اللي هو اللي فوق كتبته تحت دلوقتي هروح بالقالة الحزبة المفروض لو اشتغلنا شغل الابتدائي والاعدادي هاخد شرطة كس هضرب 200 في 100 في 12 واكتب الناتج فوق واضرب 12 في 20 واكتب الناتج تحت وبعدين ارجع اقسم اللي فوق على اللي تحت يديني الناتج طب لو حبنا نشتغل شغل ناس في سنوي بقى ناس في سنوي فني ناس فاهمين شغلهم كويس هعمل ايه يا جماعة بكل بساطة عشان اطلع الناتج ده بسرعة هقول لك حاجة بسيطة وانا شايف فيه طالب مسك الالم والكشكول وهيسجل الكلمتين اللي انا هقولهم لما حب اخلص العملية الحسابية بتاعتي بسرعة طول ما نفوق بضرب اول منزل تحت اقسم مش اقسم في الورقة اقسم في الالة الحزبة يعني انا هروح بالالة الحزبة هقول 200 في 100 في 12 على 12 ورغم ان هنا مكتوبة علامة فيه هعملها في الالة الحزبة علامة على يبقى اول على 12 على كام على 20 يعني يبقى 200 في 100 في 12 على 12 على 20 هلاقي قيمة الدفعة طلعت معايا الف جنيه برافو عليكم يا شباب انا مبسوط ان انتم مركزين يبقى ابنائي وبناتي المسألة اللي معايا كانت فكرتها ايه بالزبط كان مديني الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية وكان مديني المدة كلها كانت سنوات وشهور حولتها للشهور مديني معدل 12% وبيقول لي احسب قيمة الدفعة رحت حسبت قيمة الدفعة طبعا اتفقنا مع بعض ان لو مديني الفرق بين الجملتين وطالب دفعة او معدل لبحث بنون ولا شين ولا شين شرطة لان انا مش محتاجهم في القانون اللي هعوض فيه استخدمت قانون الفرق اللي هو بيقول لي الفرق بيساوي فايد الدفعة للمدة كلها يعني الدفعة في المعدل العالمية في المدة كلها على كام على 12 نزلت بالدال بتاعتي لحد ما طلعت قيمتها طلعت قيمة الدال 1000 جنيه طب لو مطلوب مني المعدل بمعلومية الفرق هعمل ايه هقولك الموضوع مش هيختلف كتير تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه كده السؤال اللي بعده السؤال السادس بيقول لي اذا علمت ان الفرق يبقى برضو لما جيت اقرأ السؤال لقيته بيقول لي اذا علمت ان الفرق اذا علمت ان الفرق بين جملة دفعات الاستثمار وجملة دفعات السادس لدفعة الدفعة دي قيمتها 1000 جنيه تودع شهريا في بنك هو هو يعني معنى ان الفرق عندي 150 جنيه ولمدة سنة ونصف اللي احنا هنحولها لشهور السنة ب12 ونص السنة ب6 يعني المدة بالشهور عندي كام 18 شهر ايه المطلوب مني بيقولك لو سمحت احسب معدل الايه معدل الفايد هروح نلخص المسألة بتاعتنا بيقول لي اذا علمت ان الفرق يبقى انا هكتب الفرق الفرق عندي كام اتفقنا ان الفرق عندي 150 جنيه لدفع 1000 جنيه يبقى الدفعة عندي قيمتها 1000 جنيه تودع شهريا في بنك هو 150 جنيه ولمدة يبقى المدة كلها بيقول لي سنة ونصف يعني 18 شهر احسب معدل الفايدة يبقى انا هكتب عين هكتب عين هي اللي ايه اللي مطلوبة هعمل ايه يا جماعة هو مديني الفرق احنا اتفقنا طالما مديني الفرق هحسب المطلوب بمعلومية الفرق يعني باستخدام قانون الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية الفرق بيساوي ايه القانون بتاعي هو القانون السهل الجميل المهم اللي بيجي في الامتحانات الفرق بيساوي دال في عين على 100 في المدة كلها على كام على 12 طب هو انا ليه كاتب القانون ده عشان احسب الفرق لا الفرق موجود عندي انا كاتب القانون ده هه عشان احسب عين هنروح هنيجي على العين هعمل عليها دايرة صغيرة كده وهعوض بقى في باقي الايه باقي الرموز اللي قدامي الفرق عندي فوق ب150 الدفع عندي بألف المعدل عندي مجهول يبقى عين على 100 في المدة كلها 18 على 12 هعمل ايه يا شباب ها انا مطلوب مني عين هطلع العين برا وهروح ايه ها هروح اعوض في الكلام بتاعي ازاي بقى طلع قيمة عين يا شباب زي ما عملت هناك ها هدرب 150 في 100 في 12 بسهم زي ما اتفقنا قبل كده اهو سهم نازل من 150 للارقام اللي تحت يبقى 150 في 100 في ايه تاني في 12 ايه اللي عندي فوق انا عندي الالف وعندي العين وعندي الـ 18 طب ما انا العين طلعتها برا يبقى عندي ايه يبقى عندي الالف والـ 18 يبقى عندي هنزل كده اقول الالف في 18 هتساوي هقول للمرة التانية يا شباب لو هنشتغل شغل الابتدائي هضرب 150 في 100 في 12 واكتب النتج فوق واضرب الالف في 18 واكتب النتج تحت واقسم اللي فوق على اللي تحت انا بضيع وقتي احنا ناس كبار وعارفين بنتعامل ازاي مع الكلام ده اتفقنا مع بعض على مقولة بسيطة طول ما انا فوق بضرب اول منزل تحت تأسم يعني هضرب 150 في 100 في 12 على 1000 على 18 هلاقي المعدل الجميل بتاعي طلع معايا 12 في المية سنويا ابنائي وابناتي يبنى المسألة اللي معايا المسألة اللي معايا كان مديني الفرق 150 مديني الدفعة 1000 جنيه مديني المدة كلها سنة ونص يعني 18 شهر وعايز مني المعدل استخدمت قانون الفرق اللي هو بيقولي الدفعة في المعدل العالمية في المدة كلها على 12 طبعا انا كان مطلوب مني المعدل عوضت في كل الرموز اللي موجودة بس العين كتبتها زي ما هي لحد ما ما خلصت ما سألتي طلعت العين برا وقارفنا ازاي احنا بنطلع الناتج بتاعنا بكل سهولة ابنائي وبناتي الطلبة في حلقة اليوم ايه اللي احنا خدناه اتعلمنا ازاي نحسب عوامل الدفعات وعوامل الدفعات عندي مبلغ الدفعة ومعدل الفايدة اتعلمنا ازاي نحسب مبلغ الدفعة بمعلومية جملة الدفعات بمعلومية مجموع فايد الدفعات بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية وروحنا حسبنا المعدل بنفس الطريقة واتفقنا مع بعض ان لما يديني جملة الدفعات ويطلب عامل من العاملين سواء مبلغ دفعة او معدل بروح الاول احسب نون وشين وشين شرطة ولو مديني جملة بستخدم قانون الجملة وطلع الناتج لو مديني مجموع فوائد برضو بروح احسب نون وشين وشين شرطة واكتب قانون مجموع الفوائد وروح احسب المطلوب بتاعي ولكن لما يطلب مني يقول احسب مبلغ الدفعة او معدل الفايدة بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية مش مطلوب مني احسب نون او شين او شين شرطة بروح اكتب قانون الفرق بقول الفرق بيساوي الدفعة في المعدة العالمية في المدة كلها على 12 وعوض في القانون اطلع مبلغ الدفعة او معدل الفايدة وابناء الطلبة الوقت معاكو فيجري بسرعة انا سعيد بكون سعيد جدا وانا معاكو دعوتنا ليكو بالتفوق والى لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته